السلام عليكم كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين لكل شاب وفتاة ومربي ووالد ووالدة إن شاء الله بدءا من الغد وهنا على قناتي تأتيكم سلسلة الإيمان سؤال وجواب كل يوم حلقة السلسلة من خمس عشرة حلقة خمستاشر حلقة الحلقة حوالي عشر دقايق بإخراج جذاب إن شاء الله وهذه السلسلة موجهة بالأساس للفتيان والفتيات والمربين استمعوا لهذه الحلقات وبسطوها لأولادكم بسطوا هذا المحتوى لأولادكم نحن هذه الأيام نحتاج لنتعلم معنى الإيمان نتعلم كيف يكون الإنسان منقاضا لله عز وجل تمام الانقياد وكمال الانقياد وكيف يلتزم بشرع ربه سبحانه ويرضى بقضائه أرضنا بالغيث عادت للصفاء أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلوا اللقاء ومن أهداف هذه السلسلة بناء العقيدة والنظر في آيات الله عز وجل آيات الله المستورة في القرآن الكريم وآيات الله المنظورة في النفس وفي الآفاق وكيف تقوي هذه الآيات إيماني بالله كيف تجعلني أؤدي مهمتي الأساسية مهمتي في هذا الكون مهمتي التي من أجلها خلقت فأنا لست في هذا العالم فقط من أجل عمارة الأرض فالعمارة الفعلية هي عمارة الإيمان العمارة الإيمانية وعمارة الأرض تبع لها وسنشرح إن شاء الله هذه الأمور في السلسلة سنشرح أيضا أننا هنا في هذا العالم من أجل التزكية الإيمانية كيف نتزكى إيمانيا كيف نصلح أنفسنا كيف يكون العبد المسلم صالحا يعرف معنى وجوده في هذا العالم يعرف غاية وجوده بفعل ما يأمره به الله سبحانه وبالانتهاء عما نهى عنه سبحانه سنشرح كيف نسلم للنص الشرعي كيف يسلم الشاب المسلم للنص الشرعي إذا أمر الله سبحانه بأمر أقول سمعنا وأطعنا العالم من حولنا يربطنا بكل طريقة وبكل السبل بهذه الدنيا لا هم له ولا حديث له إلا عن الدنيا فلابد أن نحصن أنفسنا نحصن أبناءنا نربطهم بالغاية التي من أجلها خلقهم الله عز وجل قال ربنا سبحانه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا خُلِقْنَا إِلَّا لِغَايَةٍ كُبْرَى لم نخلق فقط لهذه الدنيا هناك مستقبل أبدي ينتظرنا مستقبل أخراوي هناك الدار الآخرة هناك أمانة في أعناقنا بحق أولادنا وبحق من نعول علينا أمانة تعليمهم طريق النجاح أمانة أن نملأ قلوبهم بالتعلق بالله فأنا أدعوكم لمتابعة هذه السلسلة وتعليم ما فيها من مفاهيم لأبنائكم وبناتكم أصلحنا الله وإياكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر